اشتركوا في القناة تشل السلطات الاسرائيلية حملة اعلامية مكثفة لثني الدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة عن التوقيع على الاتفاق رئيس الوزراء الاسرائيلي يائر لبيد وفي اكثر من مناسبة وصف الاتفاق النووي مع ايران بالاسوأ على الاطلاق في محاولة منه لكسب الرأي العام الاقليمي والدولي واتت التصريحات الاسرائيلية في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتوقيع الاتفاق في اقرب وقت ممكن من اجل وضع الامر خلفها بينما تتطلع ايران الى تحقيق اكبر عدد ممكن من الانجازات قبل اتخاذ قرار بشأن التوقيع على الاتفاق الجديد او الانسحاب كليا الامر الذي يطرح عدة تساؤلات ابرسها لماذا تعارض تل ابيب توقيع طهران والقوى الغربية على الاتفاق انووي الايراني وفي ظل اشارات ترجح فشل الاتفاقية هل اقترب الاعلان عن ذلك وما السيناريوهات فيما بعد وكيف ستتعامل واشنطن مع المخوف الاسرائيلية بشأن الاتفاق وهل من حل للتوافق يبدو ان اسرائيل عازمة بكل ما لديها لعرقلة احياء الاتفاق النووي الايراني حيث نقل اوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي يائر لابيد عن الاخير قوله ان رئيس المساد سيسافر يوم الاثنين الى واشنطن لعقد سلسلة من اللقاءات التي تهدف الى شرح موقف تل ابيب للادارة الامريكية حول المخاطر التي تكمن في الاتفاق النووي مع ايران وفي وقت لاحق ان نقل جندلمان عن لابيد قوله في مستهل جلسة الحكومة الاسرائيلية بانهم يجرون حملة مكثفة تسعى الى منع التوقيع على اتفاق نووي خطير بين ايران والدول العظمى دون التسبب في ازمة بالعلاقات مع واشنطن مضيفا بان الادارة الامريكية اخذت ملاحظاتهم حول نص الاتفاق النووي مع طهران بعين الاعتبار في السياق قال مسئول اسرائيلي مطلع على المحادثات لصحيفة هارتس الاسرائيلية ان هناك الكثير من الاطراف المهتمة بهذه الصفقة ويحاولون احياءها في الفترة المقبلة وبحسب المسئول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه فان ايران تستخدم باستمرار التأخير كتكتيكا تفاوضي واسرارها على اغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يكون بمثابة تأجيلها اخر حتى لو لم يفجر الصفقة بالكامل هذا وتسعى الولايات المتحدة لتوقيع الاتفاق في اقرب وقت ممكن من اجل وضع الامر خلفها بينما تتطلع ايران الى تحقيق اكبر عدد ممكن من الانجازات قبل اتخاذ قرار بشأن التوقيع على الاتفاق الجديد او الانسحاب كليا وكان مسئولون عسكريون ايرانيون قد كشفوا في وقت سابق ان طهران جهزت 51 من مدنها وبلداتها بانظمة دفاع مدني ورفعت مستوى تأهب قوات الدفاع الجوي لاحباط اي هجوم اجنبي محتمل واستتصاعد للتوتر مع اسرائيل والولايات المتحدة ونقلت وسائل اعلاما ايرانية عن الجنرال مهدي فرحي نائب وزير الدفاع قوله ان معدات الدفاع المدني ستمكن ايران من تحديد ومراقبة التهديدات باستخدام برامج تعمل على مدار الساعة وفقا لنوع التهديد والخطر ارحب بضيوفي من رمالة دكتور خليل ابو كرش الباحث مع هدف فلسطين الامن القومي وايضا ضيفي من واشنطن السيد طارق جاسم سياسي ومختص في الشان اليراني ضيفي اهلا بكم وشكلا على قبول الدعوة بداية دكتور خليل اذا يبدو ان اسرائيل تختنم الفرصة في هذا الوقت كون الاتفاق النووي نوعا ما يبدو انه بعيد كل البعد عن التوقيع في ظل يعني شهدنا هو المطلب الايراني الجديد الذي من المفترض كان نوعا ما يعني تم الانتهاء منه من جانب ايران اذا كيف تتوقعون او ما الذي تتوقعونه لهذا المشهد وهذه المحاولات الاسرائيلية لثاني لنقل واشنطن من جهة والدول الغربية من جهة اخرى لعدم التوقيع على الاتفاق واحيائه من جديد يعني بداية مساء الخير لك ولضايبك كريم ان انا بتقديري ان اسرائيل نجحت في السابق في دفع بالولايات المتحدة الامريكية للانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران وكان هذا الانسحاب في العام الفين وخمسطعش كان له تداعياته وكان له ظروفه الدولي الان يبدو ان المشهد تغير ويبدو ان كل الظروف الدولي تغيرت ويبدو ان هناك مشهدا دوليا جديدا هذا المشهد الدولي الجديد يفرض على كل الشركاء ويفرض على الاقليم ويفرض على العالم لربما حال من التوافق ما بين طهران وما بين واشنطن والقوى الاوروبي الدوري الاسرائيلي منذ البداية منذ سنوات اسرائيل تحاول وتسعى وتعمل على تعظيم الخطر الايراني وان الخطر الايراني هو خطر وجودي وبالتالي لربما تستعمل اسرائيل هذا الخطر وتستعمل الملف النووي الايراني في محاولة منها لمنع اي ظهور لازمات داخلية لمحاولة تغطية على ملفات اخرى وبالتالي تصب كل الجهود الاسرائيلي باتجاه هذا الملف هذا هذا الجانب جانب اخر في تقدير ان لم يفشل الاتفاق ولم يجري التوقيع على اتفاق وبالتالي لازم في مرحلة التفاوض معنا انه ممكن ان يجري توقيع اتفاق في الايام القريبة وممكن ان تكون العقبات التي لازالت عالقة ممكن ان تغثير المزيد من المساحة ما بين القوى المتفاوضة وبالتالي لا يجري توقيع اتفاق اسرائيل تدفع عبر ادواتها سواء كانت الادوات الصلبة او الادوات الناعمة لمنع توقيع اتفاق من حيث المبدأ اما وان جرى توقيع هذا الاتفاق تدفع ايضا اسرائيل مرة اخرى لمحاولة استخدام واستعمال مصالحها بوصفها المصالح العليا التي يجب ان تكون جزءا من هذا الاتفاق وان يجري اخذ مصالح اسرائيل بعين الاعتبار طيطارق ما رأيكم فعليا لماذا تعارض اسرائيل اليوم توقيع طهران والقوى الغربية على الاتفاق النووي يعني في ظل هذه المحاولات التي تقوم بها لثن هذه الدول الغربية عن التوقيع وحتى واشنطن هل بالفعل من الممكن ان تنجح كما السابق نعم بداية تحياتي لكم والمشاهدكم والضيفكم الكريم حقيقة انا اتفر مع ضيفكم في النقطة التي تتعلق بان اسرائيل ما زال تحاول ان تركز على الخطر الذي يكمن في برنامج جيان النووي وهي وصولها الى الغنبلة النووية لان تعرف مدى خطورة وصول نظام يعني داعم للارهاب ونظام خطير في المنطقة الى الغنبلة النووية لذلك كل الحكومات التي كانت في الآونة الاخيرة تحكم اسرائيل متفقة على هذه النقطة وحتى بعد ما استغال نفتالي بنيت ركزوا على نقطة الأزمة مع ايران وحاولوا ان يلملموا صفوفهم داخل اسرائيل البيت الاسرائيلي يلملم نفسه فيما تتعلق بالعزمات او بخطر ايران حقيقة لذلك اليوم نرى ان حتى الجانب المتشدد في اسرائيل وبنجاميل نتانياهو يحاول ان يحطي صورة حقيقية لما تعمي اليها السلطات في ايران وهي وصولها الى الغنبلة النووية لا سيما الان والمتشددين من الاصوليين في ايران الذين دائما ما كانوا يهددوا ودائما ما يستخدقوا كل الوسائل المتاحة لهم من غبل الاعلام المتمثل بجريدة كيهان ورئيسها شريعة مداري الذي هو صوت الحرسي ستوري داخل الاعلام الايراني بان يجب على النظام الايراني ان تنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي الانبيتي لذلك وبالتالي النظام الايراني الان هو في مرحلة مخاض بينه وبين الغرب فلا الامريكيين كانوا واضحين في تجاوبهم مع الورغة التي وصلت والتي كانت يعني هي ورغة من صنع الالتحاد الايروبي حتى تكون وسيلة تفاهم بين ايران والغرب ولا حتى الايرانيين كانوا واضحين في هذه الجولة الاخية لذلك اعتقد ان هذه المرحلة ستأخذ وقتا طويلا لتصل الى الانتخابات في امريكا الانتخابات الكونغرس وانا اعتقد ان اسرائيل تقاول غدر الامكان ان هذه المرحلة تلملم صفوفها الاعلامية طيب يعني لماذا ما الذي يعنيه نقطة المماطلة في هذه المحادثات للوصول الى انتخابات الكونغرس سيد طارق يعني لماذا لانه الانتخابات في امريكا هي الخط الحاسم والفاصل بين النجاة انصحة تعبية للاتفاق النووي من عدمه لان الانيانيين حسب تصريحاتهم غير واسقين من مدى جدية ومدى مصدرية للولايات المتحدة في الاتفاق النووي فهناك انتفاق النووي في 2015 وانصحاب في 2018 لذلك الانيانيين هذه الماء يريدوا ان يسقوا ويتأكدوا ان الديمغراطيين سيحصلوا على كل الناحية الدبلوماسية داخل امريكا من المجلس الشتوق والكونغرس وما الى ذلك حتى تكون الغاعدة التي منذ اول جولة بالفاوضات يتبعونها وهي غاعدة يعني لمس المصدرية وغاعدة فحص اي تيست انه كانوا من اول يوم منذ اول يوم كانوا يقول انه يجب ان تخلقوا السقة بيننا وبينكم فهذه الناحية مهمة جدا جدا بالفاوضة ان يصلوا الى نقطة حقيقة لن ينسحبوا من طاق القصة عقدة يعني يعني هذه النقطة هذه نقطة الضمانات وعدم الانسحاب ما تطالبه فعليا ايران من الولايات المتحدة دكتور خليل فعليا الحديث او ما نشاهده في المشهد اليوم مشهد المفاوضات بين القوى الغربية وواشنطن ومن جانب اخر ايران يعني هناك اتهامات من جانب الطرفين في المماطلة في عدم توقيع الاتفاق وما الى ذلك يعني اليوم ما نشاهده في المشهد والسعي من جانب الولايات المتحدة ان كانوا حتى الدول الغربية الاتحاد الاوروبي لتوقيع الاتفاق يعني بشتى الوسائل ولكن من يماطل فعليا هو ايران والمطالب الجديدة في كل مرة التي نشاهدها تقوم بتقديمها في كل مرة تنعقت فيه هذه المفاوضات يعني لماذا فعليا هل ترون ايضا بالفعل من يماطل هو ايران يعني انا بتقديري عزيزتي ان كل الطرفين يسعى الى تحقيق اهدافه وبالتالي ايران لا تتفاوض على برنامجها النووي بالدرجة الاولى وعلى قدرتها والسماح لها بامتلاك السلاح النووي ايران تتفاوض على ضرورة ازالة العقوبات التي فردت عليها نتيجة هذا المشروع هذا بالدرجة الاولى القوى الاوروبية والولايات المتحدة تتفاوض وهي تحت وطأة الازم الاقتصادية وبالتالي لربما هذا يساعد ويساهم في تقريب وجهات النظر من جانب وضرورة ان تشارك وتتفاعل ايران مع العالم وان تذهب باتجاه حل والازم الاقتصادية التي تضرب اوروبا كلما اقترب الشتاء كلما زالت هذه الازم نتيجة التغيرات في المشهد الدولي فيما يتعلق ايضا بامدادات الغاز والطاقة الى اوروبا هذا الجانب جانب اخر تجرب الايراني هي باعتقادي ان النظام في طهران هذا النظام يعتقد ان انتلاكه للسلاح النووي بمثابة بطاقة اعتماع هذه البطاقة هي تضمن لهذا النظام ديمومة اذا يعني التصريحات الايرانية عذرا دكتور خليل المقاطعة تصريحات الايرانية بان تخصيب الايرانيوم وزيادة هذه هي لاغراض طبية كما تقول ايران اذا ذلك ليس نوعا ما صحيحا اذا نشهد او نذهب بالتيلة التصريحات الامريكية والاسرائيلية بان بالفعل ايران تسعى لامتلاك سلاح نووي يعني يبدو هذا لا يقبل الشك بمعنى ان القدر الايراني والجهد الايراني يذهب باتجاه امتلاك السلاح النووي وامتلاك السلاح النووي لم يعد سلاحا هجوميا بمعنى ان هذا السلاح هو سلاح ضدع وكل القوى الدولية وكل القوى التي تمتلك مثل هذا السلاح تدرك ان هذا السلاح لم يعد سلاحا للهجوم بمقدار ما هو سلاح لغا الجانب الاخر امتلاك مثل هذا السلاح وبطاقة اهتمان لكل نظام او دولي تمتلك وبالتالي ديمومة واستمرار وحفاظ على بقاء النظام ايضا جانب اخر عزيزتي وهذا جزء من التخوفات الايرانية الانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق السابق لربما هذا يدفع فهران الى التشدد اكثر في شروطها وضمان عدم تكرار ما حدث في العام 2015 الجانب الاخر من هذه القضية هو كيف ترى اسرائيل كل هذا المشهد وكيف تتباعل اسرائيل مع هذا المشهد انا باعتقاد ان اسرائيل امامها لا يوجد سيناريو ثالث في هذا الموضوع اما ان تكون ايران دولي نووي واما ان تبقى ايران دولي تحت العقوبات وتحت الضغط الدولي في كل الحالتين النظام الايراني لا يتوقف عن الساعد دائم والمستمر باتجاه امتلاك السلاح النووي وبالتالي تزاوج اسرائيل ما بين ادواتها الصلبي وما بين ادواتها الناعمة في محاولة لمواجهة هذا البرنامج ومحاولة لكسر القوة ونفوذ ايران في المنطقة ما تخشى منه اسرائيل انه في حال امتلاك ايران للسلاح النووي هو ان تتغير اجندة الشرق الاوسط وبالتالي ان تقوم فهران بكل الايجابيات والمزايا التي ستحصل عليها في حال التوجه الى هذا الاتفاق من تغيير هذه الاجندة وكلاء ايران في المنطقة سيحصل على دفع معنوي ومالي قوي ستكون بموقع قوة في المنطقة بشكل اتمنى ستكون بالتالي ايران ان حصلت عليها بموقع قوة في المنطقة بشكل او باخر سيطارق اذا بالتالي نحن اليوم امام هذه المفاوضات لكل طرف مطلب معين يبدو نوعا ما خارج اطار هذه المفاوضات التي تتعلق بالاتفاق النووي واحيائه بالتالي اذا التفاهم قد يكون بعيدا فما هي السيناريوهات المتوقعة لهذا المشهد برأيكم هل سيكون هناك اتفاق ام لا والافضل ان كان للمنطقة وحتى للدول الاوروبية بشكل او مجمل وحتى لايران من جانب اخر هو التوقيع على الاتفاق ام البقاء كما هو الحالان بكل تأكيد ان الادارة الامريكية الحالية هي تبحث عن نوع من الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط حتى تتفرق بالازمة التي الان موجودة في اوروبا التي خلقت دواسط روسيا وتفرقها ايضا بالازمة الموجودة بين الصين وتايوان لان ايران بالنسبة لامريكا تعتبر ازمة او دولة هامشية غياسا بالروسيا والصين لكن هذا ليس كل المسألة انما تريد ان تقلم اظافر ايران وتحاول ان تخلق من ايران دولة عادية كما قال ترامب في الحكومة الماضية يعني امريكا تريد ايران ان تكون دولة عادية تغلل من الازمات والمخاطر التي صنعت لدول الجواب بالتأكيد ان الاغليم اليوم غير اراضي من ايران ومن تحركاتها فكل هذه المؤشرات تشير وتضغط على الادارة الامريكية ان تصل مع ايران الى نقطة تفاهم وصيغة معينة من خلالها كل الدول ان كانت تقليمية او عالمية يعني تكون في مأمن من الازمات التي من الممكن ان تحصل لذلك انا اليوم اشوف انه كل هذه الغلق والمخاوف من جانب الاسرائيلي هو اولا منطقي بالدرجة الاولى وهذا من الممكن ان يغير في الرأي الامريكي في الغلالة الامريكية ايضا الادارة الامريكية اليوم امامها حاجة انها لا تريد ان تخسر الانتخابات من ناحية وكل الاعلام اليوم موجه بطريقة ما ضد الادارة الامريكية التي تساهلت لمدة اكثر من سنة مع ايان وحتى غللت من العقوبات التي كانت مفروضة وبقوة فترة الحكومة الامريكية السابقة لذلك هذه المفاوضات الان كما قلت انها في مخاب ولا اعتقد ان تصل كل الجانبين الى اتفاق والى تفاهم عقيقي يخلص كل الخلافات والاختلافات ويوصل ويطارب وجهات النظر الى نقطة ضعيدة اليوم الخبرات في ايان يتكلموا على انه ليس هنا الاستغار وليس هنا الاستفاهم حتى غليل على كل المؤشرات وعلى كل اوراق الاختلاف بين ايان وبين الولايات المتحدة لان المفاوضات هي لم تتعلق تحديدا فقط بالجانب النووي او الجانب التغني من البنامج ايان النووي لان بصراحة اليوم دروسي اعلم عن ثلاثة اشكاليات بثلاثة مواقع نووية وهذا يبشر الى ان البنامج النووي الاياني بغدر ما هو خطير هو ايضا له ابعاد يعني من ناحية التغنية ايضا وايان لم تتعاون بشكل ايجابي مع وكارة اتفاق الغرية بذلك انا اقول ان لا الايانيين يريدوا ان يصلوا الى اتفاق خلال ايام وخلال السابق ولا حتى الامريكيين لكن من الناحية الغربية امريكا اليوم تريد ان تأطيب للعالم صورة ايان الحقيقية وتكسب صورة ايان الحقيقية للعالم بان نحن عملنا واستخدمنا كل ايان المتاحة ايان هي التي الآن تتمرد بذلك نرى ان ايان تريد ان تقوي مدافعها واعلنت عن تأهب لأكثر من 51 مدينة واعلنت عن صدقة مزمعة مع روسيا لأكثر من 50 فائلات سيو 35 وكل هذه المؤشرات هي بالضرورة تحطي نوع من الحال الخطير والتصعيد الخطير المتوقع بين ايان وبين اسرائيل والولايات المتحدة دكتور خليل مراكم بالنقطة الاخيرة التي تفضل بها ضيفة السيد طارق وامكانية نوعا ما هل ترون بالفعل من الممكن ان نشهد اي حرب بين هؤلاء الاطراف الثلاثة يعني فعليا نحن امام جهة يعني الاتفاق النووي من جانب اخر هناك الملفات الاخرى في المنطقة بشكل كامل يعني بين ايران وبين اسرائيل يعني هل من الممكن ان يتجه المشهد الى حرب قد تكون شاملة ان كان في المنطقة وان كان بشكل مباشر بين البلدين يعني بتقديري ان المواجهة الشاملة والحرب هي بعيدة المقافي في الفترة القريبة بمعنى ان الظروف الداخلية في اسرائيل والمشهد السياسي والحزبي الغير مستقر في اسرائيل لا يساعد كثيرا في بناء جبهة وطنية اسرائيلية باتجاه مواجهة مباشرة مع تهران هذا من جانب من جانب اخر حتى وان كان الصوت الاسرائيلي عاليا وان حاولت اسرائيل مرارا التهديد والوعيد باتجاه ايران وبرنامجها النووي لا يمكن لاسرائيل ان تذهب منفردي الى هذه المواجهة وبالتالي الموقف ما بين الولايات المتحدة واسرائيل يجب ان يكون منسقا بشكل كامل وهذا لربما يبعد شبهة الحرب خاصة ان المنطقة متفجرة لا تحتمل مزيد من المواجهات ولا تحتمل مزيد منها من الحروب ايضا هناك حاجة دولية الان الى النفط الايراني وبالتالي هذا يساعد ويساهم كثيرا لربما في تقريب وجهات النظر محاولات كل الاطراب سواء كانت الولايات المتحدة من جانب طهران من جانب محاولاتهم الضغط اكثر على بعض البعض وكاننا في محاولة لشد الحبل اكثر ومن يمتلك المهارة البقاء والقدرة على الصمود انا بتقديري ان الطرفين سيصلوا في النهاية الى اتفاق يريد كل الطرفين ان يحتفظ باليد العليا في مثل هذه الاتفاقات خاصة وان هناك تجربة ما بين الولايات المتحدة والقران وخاصة في الانسحاب الولايات المتحدة السابق من الاتفاق تقولون بانه من الممكن ان يصل الطرفان بشكل او باخر لتوقيع اتفاق ولكن من سيكون المستفاد منها فعليا يعني انا بتقديري كل الاقليم سيكون مستفيد بتقديري ان كل الاقليم سيكون مستفيد من هذا الاتفاق في الفترة القادمة خاصة ان جوهر الاتفاق تقديري هو يعود الى دوافع واسباب اقتصادية بالدرجة الاولى اليوم روسيا اوقفت كل امدادات الغاز باتجاه اوروبا وبالتالي نحن بحاجة الى النفط الايراني وبحاجة الى الغاز الايراني هذا من جانب منطقة الشرق الاوسط منطقة متفجرة ولا تحتمل مزيد من المواجهات وبالتالي تحاول الولايات المتحدة ان تهدئ من هذه الازمة وان تتفرغ لاحقا الى رؤيتها الجديدة والجهات الجديدة فيما يتعلق بالصين وشرق اسيا هذا من جانب عزيزتي ايضا كل الطرفين يدرك حقيقة ان الخطر لا يكون في امتلاك ايران للسلاح النووي ان هذا السلاح لم يعد سلاحا هجوميا هذا سلاح له تبعيات وبالتالي الخطر يكون في تبعيات امتلاك الدولي للسلاح النووي اسرائيل تمتلك السلاح النووي لماذا اسرائيل عليها يجوز لها كقوة دولية او اقليمية ان تمتلك سلاح النووي ولا يجوز لدول اخرى وقوة اخرى من امتلاك السلاح النووي هذا ايضا جانب من النقاش الدولي ومن النقاش الاقليمي سيطارك بالتالي كيف من الممكن اليوم أن تتعامل واشنطن مع المخاوف الإسرائيلية لنقل بشأن الاتفاق هل من نقطة حل التوافق بين الطرفين يعني إسرائيل منذ سنوات وهي تظهر مواقع إيان داخل سوريا وخلال عامين الماضيين إسرائيل استطاعت أن تحترق كثير من المواقع النووية الإيانية ومراكز الأبحاث وهناك مؤشرات تقول أن الهدعش عالم نووي يعني غتلوا بواسطة الإسرائيلية فكل هذه الإقراغات وكل هذه التحركات الإسرائيلية ضد إيان هي تفيد بالدرجة الأولى على أن إسرائيل في هذا الملف هي مائقة على المجتمع الدولي ولن تستمع إلى كل المؤشرات الأمريكية الضغطة على أنها تسمح للمفاوضات أن تجرب نتيجة لذلك أنا أعتقد أن إسرائيل تستمر بهذا النتيج غير مهتمة بما تعلنه أمريكيا وغير مهتمة بما تريد منها أمريكا فيما يتعلق بالملف النووي يعني لأن إسرائيل حقا هي مسألة تبتلت وجود ودائما كانت تلوح بالإسلام الغوة بالإسلام الضغط بالإسلام كل الوسائل المتاحة لإغافة البرنامج منه أمريكياني فلذلك أنا أعتقد أن يومي وزيارة لابيد ورئيس الموساد إلى أمريكا أيضا تحمل رسائل خطيرة ورسائل مبطنة إلى أمريكا بأننا لن نكون هذه المرة أيضا سامعين إلى نصائحكم وإلى ديبلوماسيتكم أشكركم جزيلا شكر على كل ما تفضلتم به في حلقة اليوم ضيوفي من واشنطن سيد طارق جاسم سياسي ومختص في أشأن الإيراني وأيضا أشكر ضيفي مرام الله دكتور خليل أبو كرش الباحث في معهد فلسطين للأمن القومي على كل ما تفضلتم به من تحليلات في الختم أشكركم مشاهدينا إلى ذلك موسيقى